اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجالات متعددة وحتى الهتمام الذي يرى بختلفه أولا ندعي المستدركين بالنجاح وتانيا اللي مقبل على البكالوريا يقول لي مشاهدي النصيب يعني ما غاليش شي واحد يلقاش حاجة اللي ما خدمش عليها اللي خدمش على الله غالي وفق الله الواحد غير يدير جهود ديال قرأ ومزيان ومشتصلة صراحة كان هدف وحاولت من بالغشعة وتاني في الجهود ديالي زعما في حدود صحة ديالي النفسية والجسدية ولكن درت من جهدي زعما ما قصرت الواحد يدير من جهده وما يقصر شوصاف إذا قلنا لك في 30 ثانية شكرا لك شكرا لك شكرا لهم أولا هذا شيء بفضل الله والوليدين ديالي الأم والأب ديالي صراحة اللي ما نقدرش أنك أرقاء لفضل ديالهم اللي يوقفوا معاي وذلك اللحظة فاشك تخرجوا وكتلقاء الأم ديال كل أبتيت سنوك صراحة اللي لا تقدر وعلى قبلهم زعما زعما تديروا قاعد شي وطبيعة الحال الأساتيدة والأطار كما قلت الإدارية في المؤسسة ولا خارج المؤسسة كما نشكر كل شيء وحتى الأصدقاء ديالي اللي قدموا لي الدعم وكنت منها اليوم كامل الناجح أنا الأم ديال بسم أبو عشيق الحاصلة على أعلى معدل بجهة ابني ملال الخنفرة وأستاذة ديال تعليم البتدائي تعليم العمومي اللي تشرفني نتامي لهذه المهنة اللي انتجت بزاف ديال الأطار وبزاف ديال الكفاءات في المغرب الكبير ديالنا وكنت وجه بالشكر وتاني هدي هذا النجاح ديال البنت ديالي كان هدي الكافة رجال تعليم اللي كانت تامي لهم وكيشرفني نتامي لهم وبنتي هدي منتوج ديال هذا التعليم هذا اللي كانت تامي له دائما وتاني نوجه أيضا الشكر ديالي مجموعة مدارس الرائد اللي كانت خير ساند لبنتي مادية ومعناوية وما تنساش بعد الأساسي دا اللي فضلت أنني نذكر الأسماء ديال أنا أستي محمد بوعويد أستاذ مادة الرياضيات والأستاذ الإبراهيمي عبدالقادر أيضا أستاذ مادة الرياضيات وكان وجه الشكر الكبير والكبير والكبير جدا للأستاذ وبقل أستاذ مادة الفيزياء اللي ما خلانيش نهزلهم لهذه المادة هذه مع بنتي باسمة وتحية من القلب الخالص للقلب الخالص لهذه الأستاذ هذا وبنتي شرفتني صراحة شرفتني وما خلتنيش نحس بأن الجهد ديالي مشاها كاك وما عمرها ما حساتني طيلة المسيرة الدراسية ديالها وبنتي من 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 التلاميذ اللي ما كانش كتقلب على أنها تنجح أو أنها تحصل على معدل عادي وهذا واللي كان خالق عندي بزاف ديال تخوف دائما أنها باسمة ما كتقلبش على المتياز كتقلب على يمكن نقوله على تفوق على شي حاجة أعلى من المتياز كنت أنا كان فكر فاش سمعنا هذه النتيجة كنت كان فكر صراحة وكان طلب الله سبحانه وتعالى أنه أنه يسمعها بحال هذا الخبر لأنه هي هي لما سمعتش هذا الامتياز هذا ما كانش بالنسبة لها غايت تحقق أنه إنجاز حتى 18 في المعدل ما كانش هاتقنع بيها وأنا عارفها بنتي بأنها كانت دائماً مول الفاديك للمرتبة الممتازة دائماً في الحال كانت فرحة كبيرة جداً لرجس أن معموري ما زغرت وودي تساني عارف أنه زغرت شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة